أخ ناصف طبعاً يعني إحنا عايشين في زمن على ما يبدو أنه كله ألم وأنين وصراع وتحدي ومواجهة وغير المواجهات اللاهوتية اللي هي ضد المسيح ومقاومة الكنيسة وغير انقسامات الكنيسة من جوة إزاي كيف ممكن نحصل على الثبات الداخلي يعني أصل إلى نقطة أقول مثل المزمور ثابت قلبي يعني عندي هذا الثبات بغض النظر لو الأرض اتزعزعت والجبال انقلبت أنا ثابت في الرأس سبحانه رب يسوعه إحنا في زمن الأمانة الفردية إحنا في وقت يعني الواحد فينا بين وبين إله أمر شديد الأهمية مش في العلن مش اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس زي ما كان بيصلي في الريسي لكن في الأمانة الفردية بتاعت اللي بيني وبين الله وما بقاش مبالغ لو قلت هذا الكلام أنه الناس اللي بتبحث عن الله وبتبحث عن سلامه وبتبحث عن عظمته في الأحداث بيقدروا يشوفوا حاجتين إن الله صادق لأن كلمة الله قالت عن الأحداث اللي بتحصل ما بين الزلازل والمجاعات والأوبئة والحروب والكل حاجة اتقالت إنه في الأزمنة الأخيرة تكون كده الطبيعة واللي حصل والأحداث وحتى البشر يكون الناس محبين للذات محبين لأنفسهم حانسين غير طائعين لوالدهم كلمة الله قالت لنا على كل حاجة الناس اللي عرفة كلمة الله كويس وعرفة عظمة اختبارها وعظمة إلهها وعندهم هذه الأمانة الفردية قدامه عندهم نوع من الثبات كالشبل الثبيت زي ما بيقول الكتاب عندهم نوع من الهدوء الداخلي عرفة الحديث بتاع وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع أنا مسد أن في حاجة اسمها سلام الله سلام الله ده مش اللي هو سلام مع الله لا ده سلام الله نفسه السلام الذي يستمتع به الله نفسه ينفع يكون لنا في المسيح يسوع وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع اشتركوا في القناة